موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى خلف الجدار اغتيال سامير القنطار فتح النقاش عن حسابات قديمة معه إسرائيليا وأدوار قيادية يؤديها في الجولان وترقب لاحتمالات الرد من قبل حزب الله من جهة أخرى انتقادات حادة توجه للشباك بالتزامن مع زيارة لافتة لرئيس القائمة المشتركة إيمان عودة لأمريكا سنتطرقه إلى تداعيتها ومدلولتها هذه إذن مواضيع حلقة خلف الجدار لهذه الليلة والآن نبدأ مع بعض الأخبار أعلن مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 800 مستوطن إسرائيلي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ مطلع كانون الأول ديسمبر الجاري في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة من جهة أخرى وفقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بما يقارب المليار دولار أما قانونيا فقد قدم عضو الكنيسة اليمنيين متطرف من حزب البيت اليهودي مسجوع قانون يقضي بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وأخيرا دعا رئيس تنظيم لهافا العنصري إلى حظر احتفالات عيد الميلاد وصفا العرب المسيحيين في البلاد بمصاصي الدماء وأنه يتوجد طردهم من إسرائيل هذه الأقبال التي اخترناها لكم في بداية هذه الحلقة الآن نبدأ مع في العمق ترجمة نانسي قنقر اغتالت إسرائيل سمير القنطر القياد في المقاومة كان على لائحة الاغتيال الإسرائيلية منذ الدقيقة الأولى لخروجه من المعتقل طبعا لم تعترف مسؤوليتها عن هذه العملية كالعادة إلا أن الإعلام الإسرائيلي تعامل مع الموضوع وكذلك مع كلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله التي أعقبت الاغتيال تعاطى بكثير من الاهتمام والتحليل الجدي نضيقوا على هذا المشهد الآن مع دكتور عباس معيل المتخصص في الشأن الإسرائيلي أهلا بك دكتور وقبل أن نبدأ معك الحوار سنشاهد تقريرا بداية نشرح لنا كيف تعاطى الإعلام الإسرائيلي مع اغتيال سمير القنطر حين يرادفوا نضالوا رجولا يبرزوا سمير القنطر المقاوموا لأجلي فلسطين والأسيروا على طريق القدس בחשבון ארוך ומאוד כואב נסגר הלילה בשכונת ג'רמנה במזרח דמש אחרי השעה 10 פגעו מספר טילים בבית שבו התגורר سمير قنطر הרוצח من האריה מי שתקף את המבנה הזה בין שש הקומות ידע בדיוק את מישהו מחפש אגף שלם של הבניין קרס עם קונטר נפגרו עוד מספר מהנשב אנשי ארגון ההתנגדות של רמת הגולן ארגון שהקים קונטר בחסות חיזבאללה ואיראן כאשר הוא ניסע כל העת וגם בערב מותו ליזום פיגועים אל מול ישראל בגולן אבל קונטר היה בעיקר סמל לחיזבאללה הוא היה ההישג שלהם מעסקת חילופי השבועים ולישראל הוא היה אחד מסימלי הרוע חיזבאללה הצה מגידורו לקבל את הרוצח אף שקונטר לא היה מעולם מאנשיו חשבון עם קונטר נסגר אמש אבל אם חיזבאללה נפתח חשבון חדש قبل أن نتحدث عن التعليق لا يمكن إلا أن نشير إلى المشاهد التي اتخذت من قناة الميادين وهذا يعني يعني رصد كامل للتغطية التي جرت دكتور عباس بداية السؤال الأهم ربما هل هي تصفية حساب قديم يعني هذا الاغتيال هو تصفية حساب قديم مع سامير القنطار إسرائيلياً أم محاولة درء دور للقنطار مستقبلي خصوصاً في هضبة الجولان يعني ما أشيع في إسرائيل عن عملية الاغتيال مع الإشارة لأنه طبعاً إسرائيل لم تتحمل أو لم تتبنى مسؤولية عملية الاغتيال إنما كل التعاطئ الإعلامي للإسرائيلي يعني يوصل لهذه النتيجة في إسرائيل يقولون بأن شهيد سامير القنطار لا أحد في إسرائيل يأسف على استشهاده ولا أحد في إسرائيل يعارض اغتياله وهذه تقريباً من النقاط التي التقى عليها الإسرائيليون من كل الأطياف في المولاة وفي المعارضة في اليمين وفي اليسار متديني علمانيين كلهم رحبوا بعملية الاغتيال أسباب الاغتيال التي تفضلت بالسؤال عنه وأنه لا أحد في إسرائيل ينكر بأن التاريخ الجهادي للشهيد سامير القنطار يجعل منه مشروع شهيد منذ زمن طويل ولكن الادعاء في إسرائيل الآن هو أن إسرائيل لم تقدم على اغتيال الشهيد سامير القنطار فقط بسبب ماضيه مع الإقرار بأن ماضيه مؤلم جداً بالنسبة لإسرائيليين والإسرائيليون كثيراً ما تحصروا لأنهم اضطروا إلى أن يطلقوا صراح سامير القنطار ورغم الحساب الذي بينهم وبينه إذن في إسرائيل رغم الإقرار بماضي سامير القنطار إنما يقولون بأن إسرائيل أقدمت على اغتيال سامير القنطار بسبب حاضره حاضر سامير القنطار بمعنى العمل الذي يمارسه الآن وبسبب مستقبله بمعنى أن إسرائيل تخشى من الأدوار المستقبلية التي يمكن أن يؤديها الشهيد سامير القنطار فيما خص الجولان والعمل على تشكيل بنية تحتية للمقاومة انطلاقاً من الجولان ويمكن إجمال بالقول بأن إسرائيل أقدمت على اغتيال الشهيد سامير القنطار بسبب الماضي والحاضر والمستقبل لشهيد القنطار كان ملفت في الصحافة الإسرائيلية دكتور عباس التركيز على الدور الذي يطلع به سامير القنطار وتحديداً أكثر لو تضعنا في صورتها ويكون مفيداً للمشاهدين عما تحدث الإسرائيليون عن علاقته بحزب الله كان هناك جللية حول ما إذا كان سامير القنطار هو قياد في الحزب أم لا يتبع للحزب هناك من قال أنه يعمل بمفرده وربما ينسق أيضاً مع الحرس الثوري الإيراني ليس كل ما يقال في إسرائيل يمكن التعامل معه باعتباره صحيحاً كان ملاحظاً بأن معظم الكتاب الإسرائيليين والمعلقين كانوا يستخدمون يكررون نفس المعلومات بما يوحي أنهم يأخذون هذه المعلومات من مصدر واحد لو قرأنا الكتاب فيها أرث في معارف فيها دعوت في إسرائيل هايوم في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية كانوا كلهم يتداولون المعلومات نفسها وكأن هناك مكينة لا بل أن هناك مكينة تضخ لهم هذه المعلومة بشكل موجه وهذا كان واضح جداً من الأمور التي ضخت في الإعلام الإسرائيلي القول بأن مثلاً سمير الكنطار لم يكن على وقام حزب الله وأن سمير الكنطار لا يعمل مع حزب الله أو أن سمير الكنطار فشل في الجبهات هذا كل الحديث يمكن القول بأنه ربما التركيز أكثر إما على هذه المثالة إما يعكس جهلاً بحقيقة الأمور وإما أنه مقصود منه رسالة معينة ربما يريدون في إسرائيل أن يقولوا بأن إسرائيل لم تستهدف الشهيد سمير الكنطار باعتباره يعمل في صفوف حزب الله وبالتالي هذا ربما يعتقد الإسرائيل قد يقوم من الأسباب التخفيفية لرد حزب الله لأنه لو قمنا بقراءة كل التعاطع الإسرائيلي مع عملية الاختيال للاحظنا بأنه كان هناك منذ بداية الاختيال توجه إسرائيلي لكي تسحب من حزب الله كل ذرائع الرد هذا بدأ مع تجاهل أو اتباع سياسة التعتيم والغموض تجاه الجهة التي نفذت عملية الاختيال رغم أن الكل يعرف من نفذ عملية الاختيال تلاه من ثانياً القول بأن اختيال الشهيد الكنطار يندرج ضمن خطوط اللعبة لأنه يلامس الخطوط الحمراء التي ضع إسرائيل في سوريا انتقالاً إلى القول بأن الشهيد الكنطار ليس في حزب الله إلى عدم التبني عدم التبني مجموعة من العناصر من الخطوات التي قامت بها إسرائيل كانت تهدف إلى أن تسحب الزرائع في اعتقادها من حزب الله لذلك ربما كان لافتاً في كلام السيد نصر الله أن يركز على كلمة أن سامير الكنطار هو واحد مننا يعني هو أيضاً رد واضح وصريح للإسرائيليين سنذهب الآن ربما هذه في الإشارة فقط لو سمحت لخطاب السيد نصر الله لو وجدنا فيه إجابة ليس فقط على كل الأسئلة يعني عدم تبني إسرائيل لعملية الاغتيال قامت السيد نصر الله الذي يقول إسرائيل هي يقيناً ليس شكاً هي من اقتالها لقد تقول بأن سامير الكنطار ليس من حزب الله قال يقول سامير الكنطار مننا والأهم من ذلك عندما قالت إسرائيل بأن سامير الكنطار ليس مغنية مثلاً الشهيد مغنية ما هي الموقف الذي عبر عنه السيد نصر الله قال سوف أكرر ما قلته عند اختيال مغنية وكأنه يقول لإسرائيل كل هذا الذي تقولينه هو مردود هذا ما سنرى الآن في ما قاله عفواً ألون بن ديفيد على ما أعتقد اخترنا له مقطع وهو محلل الشؤون العربية العسكرية ألم بن ديفيد تحدث عن خوف أو قلق من أن تكون إسرائيل وهذا أمر مستبعد ربما لا تعلم هي من اقتالت لا يعني لا تعلم سامير الكنطار ما هو حجمه وأهميته بالنسبة لحزب الله والمقاومة أنا מקווה שאנחנו לא טועים בערכת חשיבותו לחיזבאללה כי אל מנר תקן אותי חזי מהבוקר בגל פתוח נכון כל השידורים סביב סמיר קונטר מהבוקר עכשיו אנחנו הסתכלנו עליו ואמרנו זה לא ג'ייד מורניה, בן הצולה, בן יקירי יחסנו כקוריוז, כסמר אמרנו כן, קונטר הם במילי הרחיקו אותו הם לא הריחו אותו גם כמפקד ועדיין אני מסתכל על השידורים שמגיעים מאל מנר ואני מקווה שאנחנו לא טועים בערכה כי אמרנו לעצמנו תהיה פה תגובה מדודה, הם יזהרו הוא לא נורא חשוב להם, הם צריכים רק להגיב סמלית יכול להיות, יכול להיות שהשידורים זה יציאת ידי חובתם ונראה בסוף תגובה סמלית אבל אני חושב שצריך לקחת בחשבון שחיזבאללה מתייחס לאירוע הזה בצורה כחיסול משמעותי, שהוא מחויב לחלוטין להגיב לו אמרת כבר אתמול זה לא בטווח המיידי זה דורש תאום עם תהרן גם אם זה, זה מינימום כמה ימים זה כמה ימים אני חושב שהצעה נכנס פה לאיזושהי תקופת המתנה שבתקופת המתנה הזאת הוא כבר ירדו הנחיות אתמול לכוחות שנמצאים בצפון הוא משתדל לשנות מאוד את השגרה פחות להימצא במקומות המוכרים יותר להפתיע להימצא במקומות שלא מצפים להוריד כמה שאפשר את החתימה שלו אבל לא נטוש לגדר זאת אומרת אתה תראה נוכחות של צהל היום גם על הגדר רק היא תהיה הרבה יותר מוגנת, הרבה יותר חזקה חיזבאללה יחפש נקודה טורפה בדרך כלל הוא ישמח שהיא תהיה בארדוב הרדוב מבחינתו זה סטייטמנט, זה אזור צבאי מגודר אזור שבו כאילו זה מגרש המשחקים שבינינו לבינם ואני מעריך שאם הוא נסה להגיב הוא נסה להגיב לשם ודח לכלם הנה כלען בחספי פרדיה תרד פי ישראל, הלסה יקון רד רמזי, עם רד מחדוד עם רד יושער חרבה מה לזה יתחדת ביהם ישראלים אי פרדיה תرجח לען לדה ישראלים דוקטור עבס بداية ما قال له اللون بن דيفيد, قال له ايضا اخرون, يعكس في انه في اسرائيل كان هناك ربما سوء تقدير او خطأ في التقدير, او عدم وضوح في الرؤية ربما لدى استخبارات ايضا او لدى من اطلق القرار بالاختيار بالحد الادنى ما يتم التعبير عنه في وسائل من قبل المعلقين, الذين هم في شكل عام مرآة تعكس مواقف المؤسسة الامنية او العسكرية, وكل واحد حسب اختصاصاته واضح بانه في اسرائيل تفاجأوا او يظهرون بانهم تفاجأوا من ردة فعل حزب الله وهم يعني يعني تعاملوا مع بس قناة المنار باعتباره يعكس توجها رسميا لدى حزب الله تبني بمعنى ان استبني حزب الله للشهيد القنطار من خلال وسائل علامي من خلال قناة المنار التركيز الحديث عن الرد القادم معطوفا على كلام السيد نصر الله كل هذا جعل كثير من المعلقين في اسرائيل يتوقفون ويجرون يعني اعادة نظر لانه اذا لاحظنا ردة الفعل الاسرائيلية في الساعات الاولى التي تلت اغتيال الشهيد القنطار كان الحديث بان الشهيد القنطار لا علاقة له بحزب الله او حزب الله لن يعلن علاقته به وبالتالي حزب الله غير معني الآن في الدخول في مواجهة مع اسرائيل حزب الله غير معني بان يرد على عملية اغتيال الشهيد القنطار حزب الله غارك في الواقع السوري اذا اسرائيل تقدم له صلم لكي ينزل عن الشجرة لا تتبنى العملية وقام يقال يا دار ما دخلك شارع الإسرائيليون تفاجأوا بأنه ما حصل بالحد الأدنى لجهة ردة فعل حزب الله مختلفة كليا عن التقديرات الإسرائيلية التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية حزب الله هو من أعلن استشهاد الكنطار حزب الله تبنى استشهاد الكنطار حزب الله تبنى الكنطار باعتباره من صفوفه باعتباره من قياداته وأكثر من ذلك حزب الله على لسان السيدة صلى الله عليه وسلم التزم بالرد هذه المسائل هذه العناصر كلها شكلت بالنسبة لإسرائيلين نوع من التحول في مقاربة تجاه رد حزب الله أصبح التقدير جدي أكثر من السابق أصبح التقدير أصبح السؤال في إسرائيل ليس هل حزب الله سيرد إنما أين سيرد متى سيرد وكيف سيرد أين سيرد يعني كان هناك تحليلات كثيرة إذا تعرف خبرنا ما بعرف أنا أقرأ عارف ما يقوله الإسرائيليون يقولون بأنه قد يكون في مزارع شبعة ربما أكثر غرفة أو مكان عمليات خصب يعني بالنسبة للطرفين كما قال الإسرائيليون يعني الحدود أساسا بدأت إجراءات مشددة أيضا في حركة الأليات العسكرية وغيرها إذا نتدرج بالجواب هل حزب الله سيرد أو لا يرد إذا كان هناك من يسأل قبل خطاب سمحت السيد إذا كان هناك رد أم لا بعد خطاب سمحت السيد لم يعد أحد يطرح هذا السؤال السؤال هو الآن أين سيرد وكيف سيرد وبأي مستوى سيرد توقيت الرد أيضا في إسرائيل لا أحد يستطيع أن يتكهن به جزء منه حسب ما يقولون في سين له علاقة بتوفير توفر أهداف وجزء له علاقة بحشابات حزب الله التي قالت مسؤولون إسرائيليون أو نقل عنهم بأنه من المستحيل أو الصعب جدا تقدير خطوات حزب الله أين سيرد في كل حد اعتداء إسرائيلي يحصل يضع الإسرائيليون مروحة من الاحتمالات يقولون حزب الله سوف يرد عبر أربع مجالات إما من خلال الجولان إما من خلال مزال الشباعة في منطقة مزال الشباعة المحتلة إما من خلال منطقة تسمى الـ 425 كما يسمونها أي منطقة التي هي الأراضي اللبنانية التي تحررت بعد العام 2000 وأما خارج إسرائيل أغلب الترجحات في إسرائيل التي يقولونها في إسرائيل أن مزال الشباعة هي المرجح أن يتم الرد فيها بناء على تجارب سابقة هذه الأرجحية التي تعطى في إسرائيل لمجال الرد أما كيفية الرد كذلك هناك مروحة من الاحتمالات التي تجد الحديث عنها إطلاقها من إطلاق صواريخ استهداف قوافل إسرائيلية استهداف مواقع إسرائيلية والاحتمالات مفتوحة هنا لا أحد في إسرائيل يستطيع أن يقدر حتى الآن كيف سيكون الرد حزب الله وأين سيكون الرد حزب الله إنما هناك توقعات في هذا الموضوع ليس أكثر حتى خطاب السيد كما قلت أنت حسم الموضوع ولكن كيف قرئ خطاب السيد نصر الله في إسرائيل كيف كان التقدير لهذا الخطاب مع العلم أن في معظم المقالات في الصحافة كان هناك ترقب كبير لهذا الخطاب كان هناك انتظار وترقب لما سيقال فيه يعني كما أشعرنا التعامل الإسرائيلي أو التقديرات الإسرائيلي ما قبل خطاب السيد نصر الله غير ما بعد خطاب السيد نصر الله ما قبل خطاب السيد نصر الله في اليوم الأول كان التقدير للحزب الله لن نرد التعامل بنوع من الشماتة والاستخفاف وألمه هناك مع كلام خطاب السيد نصر الله بدأ الاهتمام الإسرائيلي في الساعات التي سبقت الخطاب والاهتمام كان كبيرا في أثناء الخطاب في الوقت الذي كان سيد نصر الله يلقي خطابه كانت نشرات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية تعرض وبالتالي تم حضور المعلقين الذين يتابعون بشكل عام حزب الله وخطاب سيد نصر الله في نشرات الأخبار لكي ينقلوا مباشرة ماذا يقول السيد نصر الله بعد الخطاب بدأت هنا وبعد ما ظهر من الالتزامات أو المواقف الموقف الحاسم المختصر بالنسبة للإسرائيلين نذكر بأن السيد نصر الله لم يكلف نفسه كثيرا عن أن يشرح أو يرد قال بكل باختصار ما قلته في اختيال في أول شهر واحد أقوله الآن بمعنى أنه ما كان هو ما سيكون وهذا ما فهمه الإسرائيليون لذلك في اليوم الثاني المعلقين الإسرائيلين تحدثوا بأنه يجب التعامل بجدية مع كلام السيد نصر الله لكن كان الملاحظ الأكثر هو أنه كان هناك صمت رسمي وصمت سياسي وعسكري إسرائيلي على خطاب السيد نصر الله هذا الصمت بقي 72 ساعة بالأمس مساء الخميس في الليل مساء المؤسسة العسكرية أطلقت تحذيرات على لسان ضباط قبار وعبر وسائل إعلام الإسرائيلية وكانت رسالة واضحة بشكل كبير ومباشر ومفضوح بأن المؤسسة العسكرية تتعامل بشكل جدي كبير مع خطاب نصر الله وتخشى من تنفيذه لذلك اضطرت إلى أن تبعث برسائل تحذيرية شديدة اللهجة من قبيل أنه إذا رد حزب الله سوف يخطئ في الحساب وسوف إسرائيل يكون ردها كذا وكذا لكن الملفت للنظر أكثر هو أنه بعد الرسالة التي وجهها المصدر الإسرائيلي الكبير العسكري باللغة العبرية الإزاعة الإسرائيلية في الساعة الواحدة ونصف فجرا تقريبا نقلت مواقف أيضا عن ضابط كبير بنفس المضمون الملاحظ هو أن الإزاعة الإسرائيلية باللغة العربية عادة ما تتوقف عن العمل في منتصف الليل لتعاود العمل الصباح فأن تنشر على موقعها في الساعة الواحدة ونصف فجرا كلام باللغة العربية عن ضابط كبير وكأنها تقول أنه إذا كانت الرسالة التي أرسلها باللغة العبرية لم تستوعفها نحن نتحدث باللغة العربية وهذه السياسة معروفة في الساعة المصطلح أمسكوني يعني أن الضباط العسكريون يهددون ويلوحون وكأنهم يتوقعون أو يريدون أن يمنعوا حصول رد من حزب الله بعدما أدركوا بأن الرد أو الموقف سيكون حتميا دكتور عباس قبل أن نختم هذا الموضوع بشكل سريع يجب أن أترق إلى الاتصال الذي حصل بين فلاديمير بوتين ونتانياهو أعاقب هذا الاغتيال كيف نظر إليه في إسرائيل الاتصال بين بوتين ونتانياهو كان هناك مجملة ظروف ويأتي بعد ساعات من لقاء نتانياهو مع الرئيس الأوكراني يأتي بعد غداة موقف سيد نصر الله وتهديده بالرد وأيضا يأتي على خلفية العلاقات التركية الإسرائيلية اليوم معظم المعلقين يتناولوا هذا الموضوع يقولون بأن عملية اغتيال الكنتار كانت حاضرة حكما في وردوط الفعل وتدعيات هذا العمل كانت حاضرة حكما في الاتصال الذي جرى ولكن لم يتم تعطى صفحين أكثر عن هذا الموضوع سننتقل إلى موضوع آخر وهو مهم جدا يتعلق بانتقادات توجه للشباك وهي انتقادات حادة توجه للمرة الأولى للشباك على خلفية اتهامه بتعذيب سجناء يهود يشتبع في إحراقهم عائلة الدوابشة الجدل المستعر بين المتطرفين المستوطنين من جهة وبين موزراء اليمين في الحكومة ووستا كل ذلك يظهر فيه مستوطنون يحتفلون بقتل الطفل الدوابشة مشاهد هذا الفيديو المقوم هو أולם חתונות בירושלים האירוע חתונתם של בני زוג מוכרים מאוד בימין הקיצוני עשרות חבריהם של החתן והקלה הם גם חברי העצורים הנחקרים בשבק בחשד למעורבות ברצח שלושת בני משפחת דوابشة הם עניפים רובים, הקדחים וסכינים אחד מהם הפרוקד כשבקבוק תווירה בידו כעות ניצחון לפיגור ההצטה שבוצע באמצעות השלכת שני בקבוקי תווירה כלי הנשק עוברים מיד ליד גם ילדים מוחזים בהקדחים האווירה לא עתת ריקוד הנקמה והסכינים הופך למיצג מטורף שימו לב לתמונתו של התינוק עליד הוואבשה שנשרף למוות מונפת בידי החוגגים תוך שאחד מהם דוקר עם סכין את תמונתו של הפעות והנה שוב הרגע שבו תמונתו של אליד הוואבשה בין השנה וחצי נדקרת שוב ושוב לצהלות ולשמחת החוגגים هو الأمرين. من يحتفل بقتل الطفل الرضيع. ويتعنون صورته. من يحتفل بقتل الطفل الرضيع. هذه أبشع صورة ممكن أن تقدم. حتى لا نكثر الكلام عن الموضوع وعلاقة الإجرام الإسرائيلي مع الفلسطيني. هذا معروف. نحك عن تدعياته الداخلية. أولا هذا الشريط. من الواضح والمؤكد بأنه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وراء نشره. وربما وزير الأمن الإسرائيلي يعلون تحديدا. والخلفية على ذلك هو أن اليمين المتطرف وجه انتقادات شديدة اللهجة. وحملة تشهير كبيرة ضد الشباك. وضد المؤسسة الأمنية. وضد المؤسسة الأمنية. وضد المؤسسة الأمنية. ويتهمونهم بأنهم يرتكبون ويعذبون بعض المعتقلين الذين متهمين بقتل عائلة الدوابشي. لأنه نقول لأنه يعلون أو وزارة أمن هي من سربت هذا الشريط. لأنه قبل عرض هذا الشريط يعلون استدعى قادة المستوطنين الذين كانوا يوجهون انتقادات كبيرة إليه وإلى صلوك مؤسسة الأمنية. قال لهم شاهدوا هذا الشريط. لذلك عندما شاهدوا الشريط هذا أحدث أزمة. النقطة الثانية هو أن هذه المظاهر أيضا تعكس انقساما حدا في المجتمع الإسرائيلي. والأخطر انقساما بالنسبة لإسرائيل. انقساما داخل المعسكر الديني الصهيوني الذي يمثله الآن البيت اليهودي. حكمات هذا المعسكر انقسموا. مجموعة من الحكمات أصدرت بيانا تدين التعرض للشباك. مجموعة من الخبات أصدرت بيانا تطالب الشباك بعدم تعذيب المستوطنين. أيضا في البيت اليهودي هناك انقسام ما بين نفتة لبنت رئيس البيت اليهودي وما بين أريئل في هذا الموضوع. وهذا البعض في إسرائيل شبه اليوم بأن هذا الانقسام هو أخطر على المجتمع الإسرائيلي من العدو العربي بين هلالين. لهذه الدرجة. دكتور عباس شكرا أنك دكتور عباس معنا تخص في شأن الإسرائيلي. مشاهديننا نتوقف الآن مع فاصل قصير. بعد الفاصل سيكون معنا الرئيس القائمة المشتركة. أيما نعود لنا نتحدث عن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى خلف الجدار. إلى أمريكا توجه رئيس القائمة المشتركة. عقد لقاءة المتنوعة مع أطراف أمريكيين. وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها قيادي عربي الدعوة لزيارات الولايات المتحدة الأمريكية. ما هدف هذه الزيارة وكيف تنعكس على إيصال صوت فلسطيني الداخل في الولايات المتحدة. عن هذا الموضوع سنتحدث الآن في خلف الجدار. ونستقبل معنا رئيس القائمة المشتركة. أستاذ أيمن عودي. أهلا بك. وأنت معنا طبعا من الناصرة. قبل أن نبدأ معك الحوار. سنذهب إلى تقرير أعدته زملتنا هنا محميد. مشروع قانون جديد للاعتراف بالأعياد الدينية العربية كعطلة رسمية في الكنيست. الاقتراح الذي قدمه أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة مر بالقراءة الأولى. وسيحتاج إلى المصادقة عليه بقراءتين إضافيتين ليصبح قانونا ساريا. وبهمنا أحد أبسط حقوق الإنسان في هذه الدولة أن كل إنسان يستغل الأعياد التي تطلع له حسب القانون وحسب دينه. وزيما الأعياد الثانية معترف فيها كعطلة رسمية لازم كمعنا لأعيادنا لأننا معتبرين كجزء من الدولة لأننا أيضا تكون الأعيادنا معترفة وتكون رسمية. ويهدف مشروع القانون إلى رفع شأن الأعياد العربية وتكريس مكانتها القانونية وللاعتراف بها كإجازات رسمية تسري أيضا على اليهود وليس فقط على العرب. الأمر الذي لن يقتصر على الكنيسة وحدها. بل إن الدوائر الحكومية المختلفة قد تحذو حذوها بحسب ما تسعى إليه القائمة المشتركة. ومثل ما بيطلع للمؤسسات اليهودية أو للمدارس اليهودية وقت عيد أن يأخذوا عطر رسمية وحتى الأهل والعمال يأخذوا عطر رسمية ويقبضوا عليها فبرضو كان بيطلع على العرب أن يأخذوا عطر رسمية وبرضو الأهل يقبضوا عليها وبرضو الطلاب يقعدوا بدون أي مشاكل. أنا بعطل مع اليهود عشاني بشتغل بشركة يهودية بس العيد كمان عيد إسلامي بعطل بس ما بيدفعوا لي. ويشكل الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل خمس السكان تقريبا ويتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم الدينية والاجتماعية. نحن في هذا التقرير لزاملتنا أمام حميد أضعنا على مسؤلة القانون الذي قدمته أستاذ أيمن عودة الذي سأبدأ معه بشكل سريع لو سمحت قبل أن أتوسع بموضوع الزيارة لأنه وجد صدا كبيرا وجدلا أيضا سنتحدث عن الموضوع. لكن بالنسبة لهذا القانون بداية ما الذي دفعك إلى تقديمه؟ وهل نستطيع أن نقول أنه سيمر في الكنيسة؟ أهلا وسهلا أخت لنا وجميع المشاهدين. أولا أريد أن أهنى أبناء شعبنا بحلول عيد الميلاد المجيد. فكل عام وأنتم بألف خير جميعا. بالنسبة لهذا القانون هناك عدة قانون قوانين منهجية لتكريس ثنائية القومية في هذا البلد. في هذا البلد يعيش شعبان. ويحق لهما حقوق أيضا فردية وأيضا جماعية. ممكن أن نلجأ فقط إلى الرموز. وممكن أن نذهب في أعملية تراكمية من أجل تجذير حقوقنا كمجموعة قومية. أنا سعيد بأن الكنيسة وافقت مبدئيا على اقتراح هذا القانون. قبل يومين جلست مع رئيس الكنيسة. حيث قدمت له التواريخ للأعياد الإسلامية والمسيحية والدرزية. وهو أيضا وافق على ذلك. أعتقد بأن هذا القانون سيمر. سيبدأ في الكنيسة أولا لجميع الأعضاء العرب واليهود سواء بسواء. وبعد ذلك سأتقدم بطلب من أجل أن يكون هذا أيضا في كل المؤسسات الرسمية في هذا البلد. برأيي في نهاية المطاف وجود ثقافتين أفضل من وجود ثقافة واحدة. هذا مثري ومفيد للجميع. وأيضا يجعل الوجود العربي ليس فقط أمرا واقعا. وإنما يجعله قيد التفاعل على مستوى كل البلاد. وأن لا يكون محصورا فقط لدى الجمعية العربية. هذه اقتراحات قوانين تراكمية لتكريس الثقافة الثنائية وثنائية القومية في هذا البلد. عمل منهج تراكمي برأيي في نهاية المطاف سيؤدي إلى شيء مهم جدا لنا جميعا. في الواقع ملفت ما تقوله سيد أيمن عودي. خصوصا أن إسرائيل تقوم بكل شيء كي لا تكون هي ثنائية القومية. أو كي لا تعترف بالقومية الأخرى الموجودة. لماذا أنت متفائل بأن مرور هذا القانون سيؤدي ربما إلى مرور قوانين أخرى تقتل هذه العنصرية الإسرائيلية. أو تحد منها باتجاه أن يكون هناك اعتراف بهذه الثنائية القومية الموجودة. إسرائيل مصممة على يهودية الدولة وبالمفهوم الفضل. يعني مفهوم تهويد الجليل وتهويد النقب. مفهوم طرد أهالي أم الحران وإقامة حران اليهودية. مكان أم الحران العربية. هذا هو الشيء الأساسي في دولة إسرائيل. أنا من خلال اختراح القانون هذا. وعلى فكرة قدمه قبلي النائب حن سويد في الدورة السابقة. أقوم بعمل منهجي. بدلا من أن أبدأ من رأس الهرم. وأنزل أنا أبدأ من القاعدة وأصعد حتى رأس الهرم. يعني هناك أمور لو تحدثنا بها. فقط على مستوى الرموز. هذا الأمر سيستفز الغالبية الساحقة من أعضاء الكنيسة. ولكن إذا بدأنا من تحت إلى فوق. مثلا لنبدأ بالأعياد في أي حال من الأحوال. كثيرا ما لا يحدث التصوير في الكنيسة. نتيجة لتغيب أعضاء الكنيسة العرب لأسباب الأعياد. دعونا نمأسس هذه الحالة خطوة خطوة. برأي هذا الأسلوب. إذا حمل منهجية ما ورؤية بعيدة المدى. فهذا العمل التراكمي مفيد. لأنه عملين يطور الأمور بشكل بطيء. ولكن بشكل مناجي وبشكل مدروس. هل هذا يعني تحويل الإسرائيل من دولة يهودية إلى دولة الثنائية القومية؟ هذا كلام بعيد جدا عن الواقع. حكومة الإسرائيل مصرة على البعد اليهودي. ولكن عندما تكون اللغة العربية لغة رسمية. وهي لغة رسمية في الدولة. ولكن طبعا لا يوجد تطبيق فعلي كامل. ولكن مثلا هناك لغة عربية على لافتات الطرق. ليس فقط في الناصرة. وإنما أيضا في تلافيف. وهذا الموضوع الناس تقبله لأنه أصبح أمرا واقعا. مع هذه اقتراحات القوانين. لو عملنا بمنهجية بشكل بطيء. ولكن برؤية. برأيي مع الوقت سيحدث التقبل. يجب أن نكون أذكياء في الطرح. ومثابرين في الطرح. وأمل أن ننجح في هذا الموضوع. سيد عودي. ما المنهجية التي تتبعها في زيارتك للولايات المتحدة الأمريكية؟ كانت ملفتة أن توجه لك دعوة رسمية كرئيس القائمة المشتركة. لزيارات الولايات المتحدة. ولمقابلة شخصيات في هذا البلد. هل من منهجية أو خطة معينة حملتها معك إلى هناك؟ أختي الكريمة مهم أولا القول بأنني لا أملك صفات أبو العلاء المعري. لأقول وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. فالأوائل صنعوا هذا الأمر قبلي. حتى خلال هذه الدورة هناك خمس أعضاء كناسة ذهبوا وزاروا من القائم المشتركة. وزاروا الولايات المتحدة. تاريخيا أعتقد أن الغالبية السائقة من أعضاء الكناسة. زارت الولايات المتحدة. يعني أنا لست الأول. ما حدث هو بأنني زرت معاهد أبحاث. ربما هي الأهم في الولايات المتحدة وربما في العالم. وأيضا الصحف الأهم في العالم. مثل ميورك تايمز ووشنطن بوست ونيويوركير وذي نيشن وغيرها. برأيي هذا الأمر مهم جدا. لأن الصوت المخفي في الولايات المتحدة. هو صوت ومكانة المواطنين العرب الفلسطينيين. الذين بقيوا في وطنهم رغم النكبة وسياسات التهجير. يجب أن أقول بأنه في الولايات المتحدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عموما معروف. وأنا لا أشك في ذلك بأن هذا الصراع هو الأهم على الإطلاق. أبدا هذه هي الحقيقة. هو الأهم على الإطلاق. ولكن هذا أمر غير معقول على الإطلاق أن نغيب كليا. نحن نشكل 20% من المواطنين. نحن نعرف أن قرار الحرب والتمييز والعنصرية في إسرائيل يتجاوز المواطنين العرب. ولكن لا يمكن أن يحدث سلام حقيقي. ديمقراطية حقية. مسواة حقيقية دون الوزن الكمي والنوعي للمواطنين العرب. هذه مكانة كبيرة. نحن نشكل 20% من المواطنين. نحن لا نريد أن نعزل أنفسنا عن التأثير السياسي. نحن نريد أن نلقي بكل وزننا في المعركة السياسية. هذا وزن كبير. ذهبت إلى الولايات المتحدة من أجل أن أضع كل المهتمين على هذه القضية المهمة. هذه المكانة المهمة للمواطنين العرب. وطبعا تحدثت عن سياسة التمييز البنيوي. وهذا ما نشر في كبرى الصحف في الولايات المتحدة. الفورن بوليسي اختارتك من بين قائمة سنوية لأهم مئة مفكر في العالم. سيد عود. بداية لماذا؟ لا أدري إذا كان لديك إجابة. ولكن هذا أمر جيد. وهو أول مرة تحصل مع أي قيادي سياسي عربي في داخل إسرائيل. وهل سيكون هناك تغير أو أثرت هذه الزيارة في تفعيل مسألة العنصرية. يعني إبراز مسألة العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أختي الكريمة. أنا لا أدعي لنفسي صفة المفكر. هذه هي الحقيقة. أنا إنسان سياسي وقائد لمجموعة نقود نضال بمنهجية من أجل الخير لمجتمعنا. القرار الفورين بوليسي بأنني واحد من أكثر مئة شخصية مؤثرة في العالم. لأنه في العالم ربما يوجد ثلاثون صراعا في سنة 2015. منها قضية المواطنين العرب داخل إسرائيل. ونحن كانت لدينا انتخابات. شكلنا قائمة مشتركة. أصبحنا القوة الثالثة. فرضنا خطابا مهما جدا. ديمقراطيا صميميا قيميا. نوقش في البيوت العربية واليهودية. أحدثنا نقاش على مستوى العالم برمته. لهذه الأسباب حصلت عمليا على واحد من المئة شخصية الأكثر تأثيرا في العالم. أريد أن أهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الذي دعم القائمة المشتركة. إلى القائمة المشتركة التي لو لاها لما كنت سأحصل على هذا الشرف. وأيضا إلى لجنة الوفاق التي ساهمت في إقامة هذه القائمة المشتركة. ولكن الأهم من كل شيء أن نجعل هذه النتيجة رافعة لقضايا المواطنين العرب. أن نكون موجودين على الساحة الدولية. أريد أن أقول لك كيف أرتب الأمور. الأمر الأساسي هو النضال هنا في الوطن. هذا هو الأساسي وليس تدويل الصراع. الأمر الأساسي هو النضال في الوطن. وعلى رأسه النضال الجماهيري الشعبي المنظم. البعد الثاني هو شراكة مع قوة عاقلة. قوة ديمقراطية بالشارع اليهودي ضد العنصرية. نحن نرفض معادلة كل اليهود ضد كل العرب أو كل العرب ضد كل اليهود. نحن نريد عرب مع يهود ديمقراطيين ضد الاحتلال. ضد العنصرية. ضد التمييز هذه المعادلة التي نقترحها. البعد الثالث هو البعد الدولي. نعم تفضل تفضل عفوا. أنا قطعتك لم أتربه أنك لديك فكرة مهمة تريد أن تقولها. تفضل البعد الدولي. شكرا لك. بالنسبة للبعد الدولي. أريد أن أقول لك. أولا يجب أن نبتعد عن تجارب فاشلة. شعبنا في العام 36 ثورة 36. كان يقول على لسان نوح إبراهيم. دبرها يا ميستر ديل. برك عئيدك بتحل. ميستر ديل مشكلتنا ليست عنده. وإنما مشكلتنا معه. لهذا فنحن لا نعول على ميستر ديل بالأسماء المختلفة. ولكن بالطبع نحن نعول على الشعوب. نحن نعول على قوة ضمير وقوة ديمقراطية. وهذا العامل ليست الأول وليست الثاني. وإنما هو العامل الثالث. وهو عامل مهم. أريد أن أقول لك مثلا هناك أكثر من خمسة ألاف فلسطيني من مواطني دولة إسرائيل رسميا موجودون في الولايات المتحدة. لماذا لا نؤطر هذه المجموعة؟ لماذا لا يقوموا بالتأثير هناك؟ كذلك الأمر في بريطانيا وفي فرنسا وفي مختلف دول العالم. هذا البعد الدولي هو بعد مهم. وهذا سيكون واحد من عنوين المرحلة القادمة. أيضا من أجل ازدياد الضغط الدولي على حكومة إسرائيل. ولكن أريد أن أؤكد أن هذا العامل هو الثالث. والعامل الأساس والجواري هو النضال هنا في وطن هذا والأجدار. سيد عود واضح من خلال كلامك والحماس الذي تبديه في طريقة الكلام. أن لديك فعلا مشروع تموح. خصوصا في مسألة تأثير الدولي. هذا سمعناه كثيرا. في تأثير الفلسطينيين أو أن يكون هناك مشروع خارجي. تماما كما اللوبيات اليهودية. فهذا نتمنى أن تنجح به في الواقع. ولكن هناك أوساط أمريكية شنت عليك حملة يهودية صهيونية. قيل أن كان هناك حملة واسعة عليك. بعد إلغاء الاجتماع ممثلي منظمات اليهودية. هل يمكن أن تشرح لنا ما الذي حدث؟ أختي الكريمة. أنا أرى بكل لقاء أمر مهم. لهذا أشجع كل لقاء. ولا أهرب من لقاءات. ودائما كنت أقول ما يقوله الفلاحون لدينا. صاحب الحق نطاح. صاحب الحق الواثق من عدالة قضيته. والواثق من نفسه يجب أن يواجه الدنيا. وعلى الحرام أن يهرب. لا أن يهرب صاحب الحق. لهذا فأنا مع كل مواجهة. وعندما جاءوا إلي وقالوا. يريد أن يجتمع معك الرؤساء الجاهلة اليهودية. وعلى فكرة أنا اجتمعت مع الكثيرين منهم في نيويورك وفي واشنطن. قال لي هناك مجموعة يمينية. هل أنت مستعد أن تلتقي معها؟ أجبتهم. قلت لهم أنا أقل من الأنبياء. الأنبياء أهم مني بكثير وأكثر قيمة وقامة مني. والنبي العربي الكريم التقى قريش. والنبي موسى التقى فرعون. والسيد المسيح كان يلتقي العشرين. والخطاوة يقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. قلت أنا أريد أن أواجه وألتقي معهم. قالوا ممتاز. ذهبت إلى اللقاء. فجأة رأيت أنهم يريدون أن يأخذوني إلى المؤتمر الصهيوني والوكالة اليهودية. قلت لهم هذا لم يكن بالاتفاق. نحن نقاطع بعض المؤسسات. منها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ووزارة الخارجية. واستعاب الهجرة. ومؤسسات الصهيونية العالمية. فلقاء معكم أهلا وسهلا. لماذا تريدوننا أن نذهب إلى جسم ثالث. وهو المؤتمر الصهيوني. لماذا ليس بمقركم. لماذا ليس بمكان إضافي. شعرت أنهم يريدون أن يسيئوا لي. أنهم يريدون أن يهينون من شعبي. فقلت لهم أنا أرفض هذه الإهانة. ورفض أن أذهب. برأي هجومهم ضده. ليس لهذا السبب. وإنما لأن الصوت الديمقراطي الصميمي. أطرح القيم الأخلاقي. الذي يطرح على الشعبين. هو الذي أغاضهم في الولايات المتحدة. فأرادوا تشويه أمام المجتمع هناك. سيد أمان عودي. كلمة أخيرة لك. هناك من تقد هذه الزيارة. ماذا تقول للمنتقدين؟ أختي الكريمة. الانتقادات على الرحب والسعة. المجتمع يتقدم من خلال الانتقادات. هناك حديث شريف يقول. اختلاف أمتي رحمة. أنا أشجع كل انتقاد. أنا أشجع كل هجوم. برأيي من خلال النقد. تولد الأفكار الجيدة. أناشد الناس أن تتفاعل. وأن تنتقد أيضا. ولكن بكل احترام. أنا أختلف معهم. يعني يطالبونني بأن لا ألتقي بمؤسسات بحثية أمريكية. بأن لا ألتقي مع الصعف الأمريكية. ما هذا الانغلاق؟ يعني نحن بالستينيات خلصنا من هذه العقلية. نحن نريد أن نواجه الدنيا بعدالة قضيتنا. وبثقة كبيرة بالنفس. هذه العقلية المنغلقة. المنكفئة على ذاتها. غير مفيدة. نحن نريد أن نواجه هذا ما أقول لهم. إسرائيل كيف ستتعامل برأيك في الداخل. مع هذه الزيارة. كان هناك تحريط كبير ضدي. وأيضا تحدثوا في الكنيسة. وهاجموني. وهناك من أصدر بيانات من رؤساء الأحزاب. يعني إذا شتمونا. فنحن على الطريق الصحيح. كما قال القائد الخالد جمال عبد الناصر. لا بأس. ولكن أنا ما يهمني. هو ثقتنا بأنفسنا. ثقتنا بعدالة قضيتنا. نحن نريد أن نواجه الدنيا. بكل معنى الكلمة. نحن أصحاب حق. أصحاب قضية من أعدل. أعدل قضايا الكون على الإطلاق. بهذه الثقة. بهذه الوطنية الصميمية. نريد أن نواجه العالم. فلينفلق أعداءنا. الذين هاجموني. بالنسبة لأبناء شعبنا. الذين انتقدوني. أريد أن أقول لهم أن انتقاداتكم على رأسي من فوق. تعالوا لنتحاور بمهاء أفضل لشعبنا. شكرا لك سيد أيمن عودي. رئيس القائمة العربية المشتركة. أنا أقول لك أيضا ميلاد ملجد. ولكن لكل فلسطيني الداخل. وتحياتنا من خلالك لهم. وكنت معنا طبعا من الناصرة. شكرا جزيلا لحضورك في خلف الجهة. شكرا. مش طالع. هي صرخة أطلقها الشاب الصحفي المقدسي سامر أبو عيشة. بعد قرار قوات الاحتلال لإبعاده عن القدس. وهي اتخذت قرارات بعدد كبير بالإبعاد. هي أيضا هذه الصرخة ترددت في أرجاء العالم الافتراضي. على الفيسبوك وعلى تويتر. هذا التحدي أشعل مواقع التواصل ضد الاحتلال. عن هذه الصرخة التي أطلقها سامر أبو عيشة. وعن رفضه مغادرة القدس. وهو بالمناسبة مازال موجود في مركز صليب الأحمر في القدس. وسينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة. سامر أبو عيشة مساء الخير وأهلا بك. أنت تقوم الآن بتحدي كبير في الواقع لقرارات أمنية إسرائيلية قضائية. يعني يفترض لكنها أمنية في الواقع. لماذا اتخذت هذا الخيار؟ بطبيعة الحالة هذه القرارات هي ليست قضائية. هذه القرارات قرارات عسكرية صادرة عن ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا أكبر دليل على أن مدينة القدس ما زالت محتلة. والعمرة ستصبح دولة أو عاصمة الكيانة الإسرائيلية. هذا القرار زيه زي قرارات الإدارية لحبس الاعتقال الإداري أو قرارات البعادة التعصفية. اللي عمالها تطال المقدسيين بوتيرة متسارعة وبوتيرة مش عم بتوفر. يعني إذن 16 سنة بغض النظر عن التفاصيل. الكل عم بتعرض لهاي القرارات اللي صارت حتى بسهولة. يعني القرار كان يوقع من وزير الأمن الداخلي اليوم. القرار يوقع من ما يسمى بطائد المنطقة الوسطى. أي القرار أصبح أسهل أخذه. طب بطبيعة الحال كان من الضروري جدا أنه ناخد خطوة مثل اللي أخدناها. اللي هي خطوة مش طالع. أنا ضايل في بيتي. أنا ضايل في القدس. أنا مش طالع من القدس. لأنه أنا الأواني أنه نقول لا لسياسات الاحتلال. لسياسات الاستعمار. السياسات اللي بتحاول تفرغ مدينة القدس من محتوىها المقدسي. من شبابها المقدسي. خصوصا في ضل الأب اللي عم بتعيشها الأراضي الفلسطينية خاطبا من المهر للبحر. فهذا الحكي برعب الاحتلال. بخليه يتخبط يورب الأمام. طب سامد في الواقع هناك تجاوب وحصل تجاوب كبير معك على مواقع التواصل. نحن كنا نشاهد بعض التعليقات. حتى الهاشتاغ الذي أطلق مش طالعك أيضا لقيا تجاوبا كبيرا. هذا على مواقع التواصل. أريد أن أفهم منك في أقل من دقيقة. هل توقعت كل هذه الاستجابة مع الخطوة التي تقوم بها؟ وثانيا أنت موجود الآن في مركز صليب الأحمر فقد اشرح لنا ما الذي سيحدث؟ هل سينفذ هذا القرار أم ستستطيع أن تعود إلى القدس؟ أن تبقى في القدس بالأحلى سوريا؟ لما كنا شك بتاتا عن الالتفاف الشعبي والجمعيري حول قضية زي قضية الإبعاد. وهي تتشابع مع أي قضية شائكة. إحنا والاحتلال مثل استعادة الجثمين مثل وقفت من البيوت إلى آخره. فالالتفاف كان مفاجئ. إحنا بدأنا الخطوة اليوم ساعة خامسة مساء عنا كنا موجودين في الصليب الأحمر. لا حد الآن الشباب عم بتتوافد. وهو تتروح وفوت يجي دون أن يكون هناك زي ما حكيت. يعني الدعوات كانت تفرض استراضية إشي بسيطة إحنا موجودين في مقر الصليب الأحمر ومش طلعينه. ويجدر الذكر أنه أنا مش موجود لوحدي. معي كمان مبعد وسموح جازي أبو صباح ومبعد منذ شهر. وقرر برضو التواجه معي في مقر الصليب الأحمر لتعزيز الرفض. الخطوات القادمة الخطوات ما وقفت هون. إحنا رح نمشي باتجاهين. إحنا رح نمشي باتجاهين لسجاء الأول جماهيري. الاتجاه الثاني قانوني وقضائي. ما نعلم أنه يعني غريمك الغابط. القضاء مش كثير رح يكون عادل بس مرضو رح نمشي بكل الاتجاهات. عمضة المؤسسة الضمير تقدمنا باستغناف ورح نتجه للمحكمة العسكرية أو المحكمة المركزية. ونتابع القضية حتى نهايتها. نتوصل لنتيجة أنه ما فيه أي سبب. السبب إبعادنا حسب وجهة نظر قائد المنطقة الوسطى أنه نحن خطرها من دولة إسرائيل. أنا مش عارض كيف ممكن صحفي مقدس يحاول يحافظ على انتباده العربية للسفر للدول العربية والمشاركة بمؤتمرات. ممكن يكون خطر على كيان استعمار. بس لهيك كان قرار ما نحن مش طلعين. شكرا سامر أبو عيشة. بالتوفيق نتمنى لك ولكل من معك في هذه الخطوة في هذا التحدي الذي أطلقتمه. سامر أبو عيشة الصحفي المقدسي شكرا لك جزيلا كنت معنا من القدس. مشاهدين بإمكانكم التواصل مع خلف الجدار عبل المواقع التي تظهر الآن على شاشة فيسبوك وتويتر وأيضا الإيميل. في نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم ميلادا مجيدا. ويكون عام خير أيضا على الجميع قبل نهاية هذا العام. وأشكر دائما حسن متابعتكم لخلف الجدار. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر